عيد أول نوفمبر لم يكن عادياً هذه المرة بنسبة لسكان بلدية وجانا بوصول غاز المدينة وبعد انتظار طويل فكانت الفرحة فرحتين عندنا سنوات وننتظر في الغاز المشروع الذي انطالك كثير من عشر سنين كانت الأمور معطلع مع ملترب تول أمير له إلا أن العملية الحمد لله أمام هذا المشعل الذي يعني الكثير لسكان هذه البلدية الجبلية تجمع السكان ليتأكدوا نهاية معاناة أعاشت طويلاً أما القاطنون بأحياء وقرأ أخرى فقد كان لهم كلاماً آخر وعن انشغال سكان بعفرون وأولاد ربح والعميرية قال مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ستوسع عملية تزويد المناطق المجاورة لجروند زاقلوميراسيون بلدية وجانا التي كانت المغاشية والعاميرية وبعض المناطق الأخرى ستنطلق فيهم الأشغال لأنها كانت متوقفة بسبب شبكة النقل ولكن الآن ستنطلق فيهم الأشغال لأنهم مبرمجين على الخماسي 2010-2014 هو أول طبق يطهى بغاز المدينة ببلدية وجانا كان ذلك في عيد الطورة ومن الآن أصبحت قرورة الغاز من الماضي والمستقبل الأمل الباقي لسكان التجمعات الأخرى ترجمة نانسي قنع